السيد مقتدى الصدر هو الوحيد اللي عنده تيار شعبوي مليوني في بغداد والفرات الاوسط والجنوب العراقي محد يقدر يتجاوز هذه الملايين واذا طلع اليوم مسؤول امريكي متفاجئ ويقول يعني خروج سيد مقتدى الصدر فاجئنا كامريكان نعم فاجئكم لانه حقيقة مستحيل الشرق والغرب يدرك ما يفكر به السيد مقتدى الصدر وما يخطط له بسم الله ومن ثم للشعب ولهذا هذا التحذير هو رسالة ذات ابعاد مهمة لكل الكتل السياسية وراح اقراه كقراءة تحليل مضمون يعني انا واجبي كمواطن عراقي ما احكيكم اياه مثل ما تحكي القنوات كخبر لازم احللك ياه كتحليل مضمون اللي قاني فهمتك مواطن بسيط وانت ايضا ادركتك مواطن بسيط فالحاج صالح محمد العراق اليوم منحذر من فكرة خبيثة يعني مو بس فكرة خبيثة وشنو هاي الخباثة تستهدف منه ما تستهدف الصدرين ولا تستهدف مقام سماعة السيد مقتدى الصدر في العراقيين قد تطبقها بعض الكتل السياسية واحنا ندري منه بعض الكتل السياسية اللي هي في مزدوجة الاطار يعني اخوتنا في الاطار التنسيق لازم يفهمون انه اللعب مو دائما مو كل مرة تسلم الجر ولا تلعب بالنار تحرق صبيعك مثل ما يقولون اخوتنا اللبنانيين